رأسا على عقب قلب التسريبات النشرة صحيفة لكانا غانشيني الفرنسية حول مرشح حزب الجمهوريين الفرنسي فرانسوا فيان قد تودي بحلم فيان في قيادة بلاده واليمين الوسط الذي يمثله من خلفه التسريبات تتهم فيان باستغلال منصبه عبر انتدابه زوجته بنيلوب فيان لإشغل منصب وهمي عبارة عن مساعدة برلمانية له ابان الفترة النيابية التي عامل فيها وبالتالي تقاضت راتبا دون وجه حق لتطلق على إثرها الصحف الفرنسية العنان لأقلامها بين تكهنات وتحليلات حول مستقبل المرشح تزامنت مع فتح النيابة المالية تحقيقا أوليا بشأنه يبدو أنه يضعف التساؤلات حول شخصه وشرعية ترشحه في حال ثبتت التسريبات خاصة وأن من يتقدم لهكذا منصب يحتاج إلى سيرة ذاتية ناصعة ولو ظاهريا هذا الموقف الذي وجد فيه فيان نفسه لم يحرج وحده فلحزبه نصيب من الحرج والإرباك ترجم بتملمو الانفي صفوف أعضاء الحزب وتساؤلات عن إمكانية صموده أمام المنافسين من الأحزاب الأخرى أوصله إلى حد ضرب وعد بالانسحاب في حال صحة الاتهامات التي تخدش نزاهته وقد تكون الخطابة طوق النجاة الذي يمكن أن ينتشل اليمين من حرجه عبر تغيير المرشح وإعادة ألان جوبي إلى الواجهة الاسم الذي يمكنه أن يؤدي هذه المهمة خاصة وأن الوقت ضيق للبحث عن عنصر آخر مغمور من الحزب لكن إمكانية عودة اسم جوبي بعد الضربة التي تلقاها الحزب بشأن التسريبات حول نجمه في يوم مستبعدة بسبب رفض جوبي أن يكون مرشحاً احتياطياً لحزبه بعد أن خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب يمنى جلاسي العربية